أعلن إنشاء مجلس قيادة رعاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية تلك كانت العبارة المفاجئة في آخر خطاب للرئيس عبد الرب منصور هادي ليلة السابع من أبريل 2022 لم يخاطب هادي الشعب في مستهل خطابه الذي استمر لدقيقتين وتكون من 146 كلمة بل بدى بعيون حزينة وانكسار واضح على محياه وهو يقرأ نصا كأنه يطالعه للمرة الأولى ولم ترتفع عيناه عن تلك الورقة التي كان يقرأ منها تجاه الكاميرا إلا عند قراءة التحية في نهاية الخطاب مرسلا نظراته في اتجاهين اثنين داخل المكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اختفى هادي بعدها من المشهد تماما وكأن أرض الرياض انشقت وابتلعته بل وكأنه لم يكن موجودا أصلا وطوت الرياض صفحته بكل برود في ليلة حالكة السواد وبطريقة لا تزال مجهولة التفاصيل بعد سنوات قضاها في عاصمتها منتظرا اليوم الذي ستحقق له السعودية الوعود باستعادة الدولة اليمنية ومواجهة الانقلاب ونصرة الشرعية تلك الشرعية التي رفعتها الرياض كقميص عثمان لتشرعن تدخلها وتشن حربها في اليمن منذ سنوات أين هادي اليوم؟ ذلك سؤال لم يعد طرحه مهما ناهيك عن الإجابة عليه اختفى الرجل فحسب وكل الروايات التي تطرقت للحظاته الأخيرة لم تجب عن السؤال رغم تعددها واتفاقها على الغدر الذي تعرض له الرجل والانقلاب الذي أطاح به كما يصفه البعض أما تلك الشخصيات التي كانت بجواره كرئيس وأعضاء الحكومة وقادة الأحزاب وأعضاء مجلس النواب والشورى والمحافظين وقادة الجيش والوجهات القبلية وحتى هيئة مستشاريه كل هؤلاء ابتلعوا ألسنتهم ونسوا الرجل ذاك الرجل الذي عملوا معه وإلى جواره وكانوا جزءا من نظامه وشرعيته المحلية والدولية بل كانوا شركاء له في النجاح أو الإخفاق إنه أمر دبر بليل مشهد لم يكن واردا في أسوأ التخيلات والإدراما السوداء فالدولة التي ضيفت هادي كرئيس لبلد هي ذاتها من تآمرت عليه وجردته من سلطاته واستقبلت في الصباح التهانية والتبركات المرحبة بمجلس القيادة الرئاسي كمولود جديد في حضانتها بينما ذهب من كانوا معه في الأمس للانخراط في الترتيبات الجديدة وتقاسم سلطاته جنبا إلى جنب مع شخصيات كانت يوما ما ترى هادي عدوا مثل ما كان هو يراها متمردة وانقلابية إنها لحظة لا يمكن محوها من الذاكرة ليس لأنها طالت هادي كشخص بل هادي كرئيس لبلد تحمل عبءا تاريخيا ودار في فلك الرياض منذ يومه الأول في سدة الحكم باليمن ثم فجأة حولته لقربان تواري به أخطاءها الكبيرة في اليمن وأيا كانت التفسيرات والدوافع والمبررات تجاه ما جرى يظل السؤال يتردد أين هادي؟ ودبني فيه مستقبل ليندوح كرئيس بعد كرئيس ًا شكس شكراً 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 Lob poorly شكراً